السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 15 آب أغسطس القمر اليوم موجود في برج القوس ورح ينتقل للجدي وأيضا اليوم عنا تراجع عطارد اللي بيتراجع بالعذراء اليوم رح يكمل عملية التراجع يرجع لبرج الأسد ويكمل تراجعه في برج الأسد القمر الآن موجود في برج القوس ورح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة 55 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش يعني مساء تقريبا من بعد عصر اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجدي ورح يظل موجود في برج الجدي لغاية الساعة 9 و44 دقيقة من مساء يوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو القمر الآن موجود فيه منزلة البلدة وهي منزل إلى الثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 6 و50 دقيقة من مساء اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الذابح وهي منزلة إلى العلاج والفراق والخلاص أو الحرية وبما أن القمر ما زال موجود لغاية ساعات ما بعد العصر أو للمغرب في برج القوس معناته منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بناس أكثر سعادة لمنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية الموجودة عندنا لبيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في النزهات ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضمة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هذه الفترة ممتازة للأعمال التجارية أول حركة رح نتكلم عنها وهي تراجع كوكب عطارد اللي رح يتراجع من برج العذراء لبرج الأسد الساعة 12 و 15 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة اللي هي الأربعاء على الخميس لا يرجع للأسد ويكمل تراجعه في برج الأسد حتى مساء يوم الثلاثاء الساعة 9 و 13 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء يوم 27 ثمانية بعدين بنهي عملية التراجع برج على الحركة الأمامية طبعا التفاصيل والحلقة صارت نازلة على القناة لا تأثيرات تراجع عطارد في برج الأسد عما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية راح تكون الساعة 4 و 57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية راح تكون الساعة 4 و 50 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهم من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليف إيجابية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية راح تكون الساعة 4 و 51 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوم من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بصير في عنا ثقة بالنفس وبنتألق بفضل سهولة تعبيرنا بعد هاي الزاوية مباشرة ببدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي راح يبدأ الساعة 4 و 51 دقيقة بعد العصر وبينتهي الساعة 55 دقيقة بعد العصر أو قرابة المغرب بالنسبة للشرق الأوسط بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 55 دقيقة بعد العصر القمر خلص بينتقل بيستقر في برج الجدي فمنصبح أكثر عقلانية منحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أنه الأمور ما راح تكون سهلة بالنسبة لعائلنا والبعض ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية واتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نقفرلها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت إضطرارية طبعا من الآن وحتى ساعات المغرب أو ساعات ما بعد العصر عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية أما من ساعات المساء بيصير عندنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن طبعا بالنسبة لهذه الأعضاء زي ما حكينا إنه إذا شعرنا بشيء غير اعتياد راجع الطبيب إذا كانت العمليات إضطرارية طبعا تنعمل يوصى بإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت بيبدأ الساعة 48 و 42 دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 9 و 44 دقيقة مساء بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمر 11 يوم الساعة وحدة 8 دقائق بعد الظهر نبدأ باليوم الـ 12 نسبة الإضاءة 81% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية سعيد بنسبة 85% الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة 70% ساعة المساء سعيد بنسبة 60% أما ساعة المساء المتأخرة سعيد بنسبة 30% القمر في القوس ساعة المغرب رح ينتقل للجدي ورح يضل في الجدي ليوم 17 ثمانية منتحس الآن بنسبة 90% ساعة الفجر منتحس بنسبة 60% ساعة الصباح منتحس بنسبة 40% ساعة الظهر سعيد بنسبة 15% عطارد في الأسد يتراجع حتى يوم 27 ثمانية منتحس بنسبة 40% الزهرة في العذراء حتى يوم 29 ثمانية منتحس بنسبة 60% المريخ في الجوزاء حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسية ما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحض في حياتك العاطفية والعائلية أما من ساعات المغرب وما بعد بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكوا تخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير بتتلقى مساعدة أو تعاطف فعليك أنك تتحلى بالليوني والتفكير الموضوعي أما من ساعات المغرب وما بعد بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات وبكون لكم لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب تتعلق بسفر أو تسويق أو نشر أو دراسات عليا برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا ما زال الجو مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة والقمر راح يظل موجود مقابلكم لغاية ساعات المغرب فهي فترة ما زالت ضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات أما في ساعات المساء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا التعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك يطمئن بالك وبتفرح لتطور ما برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاكم وراحتكم وكونوا منظمين وأحسنوا دارة أعمالكم وحاضروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم من الآن وحتى ساعات المغرب ولا تأجلوا ولا تمطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية أما من ساعات المغرب وما بعد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا أي كلام وما توجهوا بملاحظات لأنه خصمكم قوي وما بيرحم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن وحتى ساعات المغرب وما بيتخلى الحظ المالي أو العاطفي عنكم تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم مش أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة واتجاه الأحبة وصحيح الأخطاء أما من ساعات المغرب وما بعد بيتراكم العمل لديكم لا تهملوا صحتكم حاضروا من التعب الصحي أو الجسد اللي بيمنعكم أو راح يمنعكم أو ممكن يمنعكم من أدى واجباتكم اليومية كما يجب برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر مشاكل شخصية أهم مش أنك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة راعي وضعك الصحي من الآن وحتى ساعات المغرب أما من ساعات المغرب وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم ممكن تفرح لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية وهذه فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطه في السفر والاتصالات من الآن وحتى ساعات المغرب وبتضل فترة مناسبة لإجتياز امتحان وبإمكانكو يتعززوا العلاقة مع أخ أو جار وبتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء ما زالت جيدة وبتحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل أما من ساعات المغرب وما بعد بتفضلوا تركيز على الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك أو امتعاضك وأهم شيء أنك ما تخال في القوانين وأحترم الموعيد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية من الآن وحتى ساعة المغرب ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عقلين في صرف الأموال وممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات أو التوظيفات أما من ساعات المغرب وما بعد هنا ممكن تحقق خلال هذه الفترة ربح أو ممكن يكون في عندك نوع من أنواع الاتصالات الكثيرة والتنقلات وهي فترة مهمة جدا للتواصل مع الجميع ولأسمع صوتكم ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية أو مناسبة معينة وتقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا إلى خطوة جديدة دعم من مكانتكم الاجتماعية فيه انفراج وتقدم الموس وهو عليك التحلي بالحكمة والواقعية في حل بعض الأمور من الآن وحتى ساعة المغرب تشتد عزيمتك وترتفع المعنويات أما من ساعات المغرب وما بعد بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهم مش أنه ما تغامروا بأموالكم لأنها فترة حذرة ماليا ومعنويا فما ما تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة أنتوا بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لا صحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المغرب عشان هيك بتشعر أنه وطيرتك هادئة جدا ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم مش أنك ما تحسم أي أمر لأنها فترة سلبية ومخيبة للآمال أما من ساعات المغرب وما بعد هنا بتستعيد ونشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاه البدء بمشروع أو خطة جديدة وبتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ولكن كل ما اقتربنا لساعات المغرب كل ما زاد الضغط عليك أكثر لأن القمر بيقترب من بيت المتاعب من ساعات المغرب وبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة من الحضوط ويعني فيها هيك بعض الضغطات برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا ما زالت الأجواء مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن أعمال من الآن وحتى ساعات المغرب واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أن تهدئوا من روعكم وما تنفعلوا واتجنبوا مخالفة القوانين واحرصوا على استقراركم واتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة أما من ساعات المغرب وما بعد بتلتق الأصدقاء حول تصحيح الألاقات المتردية وما تبقوا وحدين فترة ناشطة وواعد دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر الاتصالات والمواعد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر